السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا معي لنتعرف على موضوع هذا الدرس موضوع الدرس النص الشعري عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسول كسرى وهذا ثالث دروسنا وآخرها في هذا الموضوع نبدأ ومستعينين بالله بالتعرف على الكفايات المستهدفة من هذا الدرس أولا قراءة النص قراءة معبرة ثانيا استظهار وابيات النص كاملة ثالثا إغناء المعجم اللغوي بمفردات جديدة رابعا تذوق جماليات النص الشعري بإذن الله نتعاون أنا وأنتم على اكتساب هذه الكفايات بنهاية هذا الدرس الآن نفتح على الصفحة المطلوبة كما تشاهدون على سبورة أمامكم من عنده الكتاب الورقي يفتح على صفحة 60 ومن يستخدم الأجهزة الإلكترونية يمسح هذا الرابط الرقمي ليذهب إلى الدرس مباشرة نبدأ بمكون راجع مكتسباتي كنت أعطيتكم في الدرس الماضي واجبا طلبت منكم فيه أن نلخص القصة التي حدثت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسول كسرى من خلال الأبيات التي استمعنا إليها وحفظناها طبعا كل واحد منكم قام بتلخيص القصة بحسب وجهة نظري أنا سأعرض لكم مثالا لتلخيص أحداث هذه القصة قد يفيد منه أحدكم أو قد تقارن بين ما كتبت وما هو موجود الآن سيظهر الآن على سبورة نقرأ مع بعض تلخيصا لهذه القصة أو لأحداثها وصل رسول ملك كسرى إلى المدينة المنورة للقاء خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يظن بأنه سيقابله في قصره الفخم محاطا بالحاشية والحرس لكنه تفاجأ لما وجده نائما تحت ظل شجرة دون حراسة أو سلاح فأعجب بفعله وتواضعه وقال عبارته المشهورة عدلت فأمنت فنمت هذا تلخيص للأحداث التي دارت في هذه القصة بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورسول كسرى لحظوا بأن صغناها بطريقة نثرية بخلاف ما حفظناه في النص شعرا الآن بإمكان كل واحد منكم أن يكتب هذا التلخيص أو أن يحاول أن يأخذ مجموعة من الجمل يضيفها إلى ما كتبه في تلخيصه سأعطيكم بعض الوقت لتعديل ما كتبته ننتقل الآن إلى نشاط آخر في هذا المكون وراجع مكتسباتي كذلك كنا سبق أن أخذنا صنف لغويا هو الاسم المقصور فمن يذكر لناها تعريفا للاسم المقصور أحسنت بارك الله فيك الاسم المقصور هو اسم ينتهي بآلف هذه الألف إما أن تكون في صورة الياب من غير النقط أو ألفا قائمة أريد منكم أن نذكر مجموعة من الأمثلة لهذا الاسم فكروا في مجموعة من الأمثلة لهذا الاسم الآن أريد أن أسمع منكم جميل أحسنتم هذه أمثلة لهي الاسم المقصور الدنيا لاحظوا بأن ألف قائمة والصغرى ألف على صورة الياب وهذا ألف قائمة هنا ألف قائمة وهنا ألف على صورة الياب هنا كذلك ألف قائمة وهنا ألف على صورة الياب في الأخرى والعصى ألف قائمة وهنا ألف على صورة الياب أو في النهاية ألف قائمة إذن تأتي على هاتين الصورتين إما أن تأتي ألفاً على صورة الياء من غير النقط أو تأتي قائمة كما في الهدايا والعصى وهذا والدنيا كذلك أخذنا الاسم المنقوص فمن يذكر لنا تعريف الاسم المنقوص؟ أحسنت بارك الله فيك هو اسم ينتهي بياء غير مشددة مكسور ما قبلها ذكرنا مجموعة من الأمثلة لهذا الاسم فمن يذكر لنا أمثلة للاسم المنقوص؟ عظيم بارك الله فيك أحسنت بارك الله فيك من الأمثلة القاضي والداعي والراضي والمحامي وتجافي والرأي والسعي لاحظوا بأنها جميعها تنتهي بياء ما قبل الياء مكسور هذه الياء غير مشددة وما قبلها مكسور هذه هي الأسماء المنقوصة تأتي بهذه الصورة ياء غير مشددة ما قبلها مكسور كما في هذه الأمثلة أخذنا كذلك صنفا آخرا من الأصناف اللغوية هو الاسم الممدود فمن يذكر لنا تعريفا لهذا الاسم؟ عظيم أحسنتي هو اسم آخره همزة قبلها ألف أريد الآن مجموعة من الأمثلة لهذا الاسم فكروا في أمثلة لهذا الاسم الآن أريد أن أسمع منكم مجموعة من الأمثلة بارك الله فيكم أحسنتم سأذكر الآن أنا مجموعة من الأمثلة الصحراء والنداء والبيضاء والبلغاء والبناء جميع هذه الكلمات تنتهي بألف أو بهمزة قبلها ألف مد في جميع هذه الكلمات هذا هو الاسم الممدود أيضا أخذنا أنواع الكلمة قلنا بأن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع وذكرناها مرات عديدة النوع الأول هو الاسم أحسنتم والاسم هو ما دل على معنى في نفسه دون اقتران بزمن وذكرنا بأن هناك مجموعة من علامات الاسم التنوين قبول التنوين وقبول التعريف والجر هذه علاماته للاسم النوع الثاني من أنواع الكلمة هو أحسنتم بارك الله فيكم هو الفعل وتعريف الفعل هو ما دل على حدث مقترن بزمن وله ثلاثة أنواع فعل ماضن وفعل مضارع وفعل أمر النوع الثالث من أنواع الكلمة هو عظيم بارك الله فيكم هو الحرف وهذا الحرف في تعريفه هو لفظ لا يظهر معناه إلا مع غيره وذكرنا مجموعة من الأمثلة للحروف حروف الجر وحروف العطف ويا النداء هذه مجموعة من الأمثلة للحرف الآن مطلوب من أن نستمع إلى النص كذلك مرة أخرى استماعا دون أن ننظر إلى الكلمات إلى كلمات النص وراع صاحب كسرى أرأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها رأاه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها الآن سنستمع مرة أخرى إلى النص مع متابعة كلمات النص نستمع مع المتابعة بيعينا لهذه الكلمات وراع صاحب كسرى الرأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها رأى مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مجتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فمنت نوم قرير العين هانيها أشكر لكم حسن استماعكم الآن سنقوم بحل مجموعة من النشاطات المتعلقة بهذه الأبيات وبما أخذنا من أصناف اللغوية قبل قليل المطلوب هنا في هذا النشاط استخرج من النص ما يأتي نريد أن نستخرج من النص مجموعة من الوصناف اللغوية أولا مفرد ثم جمع نريد أربعة أسماء مفردة وأربعة أسماء كذلك تدول على الجمع نبحث بشكل سريع في أبيات النص عما هو مطلوب الآن بعد أن توصلتم إلى مجموعة من الكلمات أنا متأكد أنكم وصلتم إلى مجموعة من الكلمات سأعرض عليكم أمثلة لأسماء مفردة صاحب وسور والعهد والجيل هذه كلها أسماء تدل على مفرد كذلك مجموعة من الأمثلة لأسماء تدل على الجمع ملوك والأحراس والجند والدوح هذه الكلمات الأربعة تدل على جمع من كتب إجابة بإمكاني أن يراجع ما كتب مع هذه الإجابات ومن لم يكتب بإمكاني أن يكتب هذه الإجابة ننتقل الآن إلى صنف آخر المطلوب منها أن نبحث عن أسماء وردت في النص وفي المقابل عن أفعال كذلك وردت في النص حاول أن تبحث عن الأسماء ضع تحتها مثلا خطا وفي المقابل ضع دائرة حول الأفعال التي تجدها في النص سأعطيكم بعض الوقت للبحث عن الأسماء والأفعال في النص ترجمة نانسي قنقر الآن سأذكر لكم مجموعة من الأمثلة للأسماء والأفعال قارن بينما كتبت وبينما سأورد من هذه الأمثلة من أمثلة الأسماء عمر وعين في كلمة عينه والدوح وبردة هذه الأسماء في المقابل من الأفعال راعة ويحمي في كلمة يحميها وكذلك قال وأصبح في كلمة أصبحت هذه الأفعال قارن بينما كتبت من إجابات مع هذه الإجابات وإذا لم تكن توصلت إلى إجابات بإمكانك أن تكتب هذه الإجابات ننتقل أيضا إلى صنف لغوي آخر المطلوب مننا هنا أن نبحث عن أسماء مقصورة وردت في النص وكذلك أسماء منقوصة نبحث في النص نضع خطا تحتها الاسم المقصور ودائرة مثلا حول الاسم المنقوص بالتأكيد أنكم توصلتم إلى مجموعة من الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة في الوقت الذي منحتكم إياه سأذكر لكم مجموعة من الأمثلة قارن بين إجابتك أو الكلمات التي جمعت وبين هذه الأمثلة هل هي مطابقة أو قريبة منها الاسم المقصور كسرى وأثرى وأسمى هذه أسماء مقصورة في المقابل الأسماء المنقوصة راعي ومعاني وأيدي وهاني هذه مجموعة من الأسماء المنقوصة قارن بين ما كتبت وبين هذه الإجابات وإن لم تكن كتبت إجابات فهذه هي الإجابات أمامك ننتقل الآن إلى مكون أتذوق المطلوب مننا هنا أن نجيب على مجموعة من الأسئلة تبين مدى تذوقنا لأبيات هذا النص السؤال الأول نقرأ السؤال مع بعض عندما رأى رسول كسرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائما تحت ظل الشجرة استصغر ملوك بلاده المطلوب هنا أن نكتب البيت الذي يجتمل هذا المعنى نبحث عن البيت الذي يدل على هذا المعنى بعد أن رأى رسول كسرى عمر بن الخطاب نائما تحت ظل الشجرة استصغر ما كان يقوم به ملوك الفرس فما هو البيت الذي يدل على هذا المعنى نعود بشكل سريع إلى الأبيات نبحث عن البيت الذي يدل على هذا المعنى ثم نكتبه في هذا الفراغ من توصل إلى البيت جميل حسنتي بارك الله فيك فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديه هذا البيت الذي يدل على هذا المعنى الذي ورد في هذا السؤال نكتب هذا البيت ننتقل إلى سؤال آخر أي الأبيات أثر في النفس ولماذا؟ إجابة هذا السؤال تختلف من شخص الآخر لا يمكن أن تكون إجابة واحدة كل واحد منكم يختار بيته من هذه الأبيات أثر فيه ويكتب تعليلاً لماذا أثر فيه إذا الإجابة في هذا السؤال ليست إجابة واحدة كل واحد بإمكاني أن يجيب بطريقته الخاصة أنا سأعطيكم بعض الوقت للإجابة عن هذا السؤال ثم بعد ذلك سأذكر لكم مثالاً لما يمكن أن تكون عليه إجابة هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر بعد أن كتبتم إجابة لهذا السؤال سأعطيكم مثالاً لما يمكن أن تكون عليه هذه الإجابة أنا اخترت هذا البيت أمنت لما قمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانية هذا البيت الذي أعجبني أو أكثر ما أعجبني في هذه الأبيات والآن سأعلل سبب إعجابي بهذا البيت السبب في ذلك أنه هذا البيت يدل على عظم شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى تواضعه الجم بين هذا البيت عظم شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأظهر كذلك تواضعه الجم لذلك أن اخترت هذا البيت كأفضل الأبيات أو أفضل الأبيات النص بإمكانكم أن تكتبوا هذه الإجابة أو قد يكون لكل شخص منكم وجهة نظر تذوقية تختلف عن هذا الراي فيكتب ما يريد تختلف عن هذا البيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ننتقل إلى مكون نلقي المطلوب مننا الآن بعد أن قمنا بالتعرف على مفردات النص وتحليل الأفكار التي وردت في النص وتذوق أبيات هذا النص أن نلقي أبيات هذا النص إلقاءا جميلا هنا مجموعة من الخطوات التي توضح لك الطريقة الصحيحة لإلقاء هذا النص أمام مجموعة من الحاضرين مثلا زملائك الطلاب بطريقة صحيحة المطلوب أولا أن نحفظ هذه الأبيات وقد طلبنا منكم في الدرسين الماضين حفظ هذه الأبيات ثم نلقيها أمام صفنا من خلال خطوات التالية أولا نسجل أصواتنا أو سجل صوتك إن أمكن ثم استمع إلى إلقائك بصورة ناقدة هذه خطوة أولى ثم بعد ذلك يمكن بعد ذلك أن ألقي الأبيات أمام مرآة وقد أطلب من أحد أفراد أسرتي أن يستمع إلي بإمكانك أن تقوم بتجربة لأدائك في الإلقاء أمام مرآة أو أن تطلب من أحد أفراد أسرتك أن يستمع إليك ثم تقوم بإلقاء الأبيات أمامه ثم بعد ذلك ألاحظ الأمور التالية المؤثرة في مدى نجاح الإلقاء الشعري هذه مجموعة من الأمور التي ينبغي لك التنبه لها قبل أن تقوم بالإلقاء أن تركز على إتقان هذه المهارات حتى يكون إلقائك بشكل جيد من هذه المهارات الوقفة المعتدلة الواثقة لا بد أن تقف أمام الحاضرين أو أمام من تقوم بالإلقاء هذه الأبيات عليهم بطريقة تقوم بإلقاء أو تقف بوقفة معتدلة ثم بعد ذلك توزيع النظر على الجمهور لا تركز نظرك في مكان واحد أو إلى الأرض حاول أن توزع نظراتك على الحاضرين هذه أيضا مهارة أخرى من مهارات الإلقاء من المهارات كذلك وضوح الصوت ينبغي أن يكون صوتك واضحا وأيضا واثقا مما ستقول كذلك من المهارات مناسبة حركات اليدين والعينين وملامح الوجه لمعاني الأبيات ينبغي أن يكون هناك تعبير عن المعاني التي تقولها في هذه الأبيات من خلال حركات اليدين وتعابير الوجه هذا أمر مهم حتى توصل هذه الأبيات ومعانيها إلى المتلقين إذن هذه مجموعة من المهارات ينبغي التدرب عليها والتركيز عليها أثناء الإلقاء أمام الحاضري نصل إلى الواجب المطلوب مننا في هذا الدرس الواجب أن نقوم بإلقاء الأبيات أمام الصف مع مراعاة مهارات الإلقاء التي تحدثنا عنها قبل قليل هذا هو الواجب المطلوب منكم كل شخص يتدرب على مهارات الإلقاء التي ذكرناها ثم بعد ذلك يقوم بإلقاء هذه الأبيات أمام صفه بهذا نكون وصلنا إلى ختام درسنا أمل أن تكونوا وفدتم مما قدمنا موفقين ومعانين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته